وانا بطلب كمان يا ريت نعمل حاجة جديدة للناس اللي بنشوفها فيها حتة برة التاكسي اللي حضرك بتركبه او الميكروباس اللي حاجك بتركبه نحط فيه كده يبقى ده شرطة للتجديد نحط فيه رقم للاتصال بالشرطة حصل مشكلة مع السواء في اي مرحلة موجودة قدامه وانت حضرتك قاعد مسافر في اي بلد مكتوبة قدام السواء كده اي مشكلة بتحصل من فضلك تتصل بالرقم ده بس ما تتخنقش مع السواء قولك ما تتخنق ما تقربش من السواء ولا تضرب ولا تشتم ولا تعمل انت كل عليه تصل شرطة تلت ارقام حصل مشكلة مع السواء دلوقتي بيجي لك البوليس بس كده نعمل دي لو سمحته تبقى خدمة موجودة في كل عربيات الاجرة بشكل عام التوبسات دقل عام ملأة اجرة تاكسي ميكروباس بتتعلق جنب السواء بتبقى في مكان ظاهر كده حضرتك قاعد جنب او قاعد وراء تبقى شايفها ويبقى ده شرط للتر زي الستيكرز اللي بتعلق في اي حتة تبقى موجود الكلام ده الستيكرز اللي موجود في الميادين حضرتك متعلق فيه في كل حتة النهاردة السعر الحركة تركب به من محطة لمحطة رايح مثلا مش عارف من الهرم لفين لحسن محمد للأهرامات محتوط السعر ما تركبش غير بالسعر ده واركب العربية وما حدش ينزلك منها لانه كمان السوائين مواطنين مصريين على فكرة يعني ده بحفظة الجيزة السوائين مواطنين مصريين بيحبوا بلدهم مش ممكن هيعملوا ازمة واحنا بنحيي كل الناس اللي واقفوا مع البلد وانا بقوله كل واحد واقف مع البلد النهاردة بنحييه بجد لانه ده الوقت اللي احنا كلنا واقفين مع بلدنا فعلا فانا بشكر كل الناس اللي من يلوم الخميس للنهاردة رغم انه الناس كانت متضايقة وزعلانة ولكن في بلد شايلانة كلنا بلد شايلانة كلنا ندفع عنها ومنسمحشي لحد ييجي يقولك هنعمل ايه هما طبعا النهاردة عايزة اقولكو من المبارح والنهاردة لان بدأوا يتكشفوا ولقوا الناس يعني بترد عليهم ولقوا الناس ان احنا حتى لو زعلانين مش ممكن هننزل ونسمح لبلدنا واندمر بلدنا تاني هما موجوعين على فكرة وعملين يتخنقوا وعملين يشتمونا ومش مهم وخلوا بالكو وانا كمان يعني بعض الناس اللي زعلوا مني هو حضرتك بتزعل مني عشان نوقف مع بلدي زعلان مني لان انا بسانة بلدي في الازمة بتشتمني عشان نوقف مع بلدي هو ده هو نوقف مع حد هو نوقف مع الاعداء هو انا بدفع عن بلاد تانية انا وقف مع بلدي في ازمتها ناس بتشتمني عشان بدافع عن بلدي ده التمن يعني بس انا انا قابل ده وهتحمل ده وشايله واخده في سدري والله ومش هيخلينا تراجع ابدا وانا بقول لكم ابدا وهفضل ان ده دوري لو انا موقفتش مع بلدي في ازمتها بانا خين لبلدي وانا ادفع روحي ودمي وتمني ورقبتي لبلدي لن اتزحزح ابدا تحت اي مواقع بتاع في اي حتة ايا كان منهما لا يعنيني لكن انا بقول لكم ليه اللي بدفع عن بلده يتشتم اللي بدفع عن بلده الناس تهينه بس بقول لكم شكراً كل عمله كده شكراً ده اخلاقياتي بشكركم وده اللي اتعلمت وده اللي اتربيته والد الله يرحمه ووالدت الله يرحمه علموني كده وربوني كده مش هاشتم حد ابدا هعامل الناس بما تربيت عليه في بيتي واللي رب عليه ولادي المرب عليه ولادي اشتم زي ما انت عايز بس دي بلدي هدفع عنها اه ما بيدفعش عنها بس انا هدفع عنها اعمل ما بعملش زي احد انا بعمل اللي انا شايفه صح اللي انا شايفه صح بلدي تستحق كلنا ندفع عنها وقت ازمتها نقف معاها واحنا في ازمة كبيرة اوي 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 عايزة كل واحد فينا يدفع عنها طب ما نشتم الاخرين طب العمل اللي بيعازين يهدوها يعني جات من العمل وجات من الاخرين مش كفاية للعمل طيب مش كفاية الارهابين طيب مش كفاية الطابور الخامس طيب بلد ده تمن الدفاع عن البلد هل عايزين نولع في البلد هل عايزين اطلع بس كده اولع في البلد كل يوم لا فيه انتقادات بنقولها فيه اجابات بنقولها ونقول الصح ونقول ان احنا في حرب ونقول ان احنا في ازمة وان احنا ما عندناش اي بديل اخر فيش اي بديل قدام البلد دي الحمد لله على النعمة الحمد لله على اللي احنا فيه تحت اي ظرف نعم احنا بنشوف وعارفين وكلكم عارفين اكتر مني شايفين مش هتكلم لحوالينا لا جوانا في بلدنا عايزين يعملوا قوة في بلدك بكرة وبعده وبعده احنا كل واحد بنزل من بيته انه مش راجع تاني انا بكلمكم جد انا بنزل من بيتي الصبح وانا مش راجع بيتي اقسم بالله العظيم وبابا بسلم على ولادي لو موجودين في البيت ان انا مش راجع لهم وانتوا عارفين ده معناه ايه عارفين التمن ده ايه عارفين التمن ده معناه ايه ان واحد نزل بيته ومش راجع بيته مش هشوف ولاده تاني في ناس كده نعم وده مش ليه تمن تمن كبير وضغط كبير جدا طول الليل وطول النهار لكن دي بلدنا وتستحق بقولكو التضحية بكل شيء والتضحية بالدم عشانها يا ما اللي بيضحه كل يوم دول ايه كان بيكلمني النهار ده زملتي سامية زين العابدين طبعا وشهيد عادل رجاي وقالت لي في